طبعاً نحن في وزارة التربية والتعليم لنا لقاءات كثيرة مع المنظمات وتم مخاطبتها من أجل طباعة الكتاب المدرسي فكانت هناك أعذار غير مبررة لدى هذه المنظمات من خلال الحياد في مسألة البناهج ولكن بعد الضغط الكبير على هذه المنظمات وأيضاً عندما بدأ الحوثي بتحريف الكتاب المدرسي بأفكار طائفية بحتة تضر بمجتمع اليمنى وتضر أيضاً بمستقبل أبنان الطلاب وتحريضهم على العنف والكراهية والبعد عن السلام تم اجتماع في رئاسة الدولة برئاسة دائرة المنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية والتزمت هذه المنظمات بعدم الدعم للجانب الحوثي رغم أننا لسنا معترضين على طباعة الكتاب المدرسي في مناطق سيطرة الحوثيين إذا كان في منهج 2014 وهو المنهج المعتمد لدى الجمهورية اليمنية هذا الالتزام حديثاً تم الاتفاق عليه في رئاسة الجمهورية ونأمل أن تلتزم هذه المنظمات نعم دكتور علي هل ترى أن التزام المنظمات جاء متأخراً كما يرى البعض نتيجة امتلاء مخازن التربية والتعليم في مناطق سيطرة الميليشيات بالكتب المحرفة؟ طبعاً الاتفاق أكيد جاء متأخراً ولكن أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي ترجمة نانسي قنقر